ده المثال اللي كنت بقول لها حديقة عليه اللي هي اتصال الدورة الدموية ما بين التوأمين وده بيبقى التوأم اللي هو الأحادي البوائدة اللي هما التوأم المتشابهين زي ما بنسميهم اللي هما الـ identical twins دول بيبقوا من بوائدة واحدة وبيت اسموا فنتيجة ان هما من بوائدة واحدة مشتبقين في دورة دموية واحدة مشيمة واحدة بالضبط المفروض ان كل واحد فيهم ليه الدورة الدموية بتاعته المستقلة والمشيمة بتبقى مجرد فيه اتصال ما بينهم بسيط لو الاتصال ده جامد جدا اللي بيحصل انه واحد فيهم بيجيله دم على حساب التانية مشوش الصورة تانية يا جماعة ما عليش عايز بس الناس تفهم ان الضرر هيبقى الدكتور محمد هيشرح لنا الضرر الدرر حاليك باين للصورة باين للصورة جدا جنين منهم عبارة عن تكوين طبيعي بحجم طبيعي بمية كتير جدا حواليه سائل أمنيوسي كمية كبيرة جدا التاني حضرتك حجمه صغير جدا بسائل أمنيوسي قليل جدا فالاتنين بيتعبوا مش واحد بس اللي بيتعب لدرجة انه على الشهر السابع او الثامن الاتنين بيجيلهم فشل في عضلات القلب فبرضو لازم تتدخل واحد من زيادة الدم والتاني من نقصه من نقص الدم تمام فبتضطر تتدخل برضو اثناء الحمل لانك لو استنيت لبعد الولادة بيكون قريدي الجنين ممكن اخسر اتنين اللي بيحصل غالبا الاتنين بيجيل ففعلا بيحصلهم مفادة داخل الرحل طيب